اهلا بكم في لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الكاتب الأردني زياد الشدفان تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقارة البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاف القصيد على بعد حلم كم باح قلب المعنى بالعسى وهفى وراح يستعطف الجدران والغرفة يطل من شرفة للوصل ضامئة وخافق مدنف بالشوق كم هتفا يسائل الدار عن أخبار من رحلوا يعانق الورداء واللبلاب والخزفة يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا والذكريات ضبال يلثم السعف يا غربة الروح هل الحب من سفر شابت عهود الصبا وصغطت أسفا ما زال في الليل من أنسامهم عبق أشتاق بعض الذي قد مر وانصرف على الدروب لنا في كل ناحية ذكرى وكم أدمنت أحداقنا الشغفة مرابع شهدت أيام صبوتنا ولم تزل لحمام الشوق مرتشفة كم داعب الليل ما نخفيه من ولهن والبحر كم وشوشت أمواجه الصدفة يغفو الفؤاد على ترنيمة سقطت قبل النعاس ولحن في الضلوع غفى ويسأل الله صبرا كلما عصفت نوائب الدهر بالجرح الذي نزف كل الذين أضاء النور في دمهم لم يبلغوا الحلم لكن عانق الهدف الأرض لو نطقت أجداثها صرخت هي الحياة وهذا دأبها وكفى بعد هذه الجولة في رحاب القصيد الآن أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أصعد الله أوقاتكم معكم الروائية الأردنية زينب السعود يسعدني أن أطل عبر شاشة قناة الرافدين وفي برنامج فضاءات اليوم سأتحدث عن إصداري الثاني في الحقيقة وهو رواية العبور على طائرة من ورق هذه الرواية هي الرواية الثانية بعد عمل الأول الحرب التي أحرقت تولستوي وهي من منشورات دار الآن ناشرون وموزعون في المملكة الأردنية الهاشمية رواية العبور على طائرة من ورق ربما للوهلة الأولى يعني تظهر كأنها جزء ثاني للرواية الأولى الحرب التي أحرقت تولستوي يعني في الحقيقة أنا أترك للقارئ يعني يتخذ الموقف الذي يراه مناسبا من اعتبار هذه الرواية مكمل وجزء ثاني أو يعتبرها يعني رواية منفصلة وهي في الحقيقة يعني لمن قرأ الرواية الأولى هي قد يجد هناك خيط رفيع يصل بين الشخصيات في الروايتين أما من لم يعني يحظى بقراءة الرواية الأولى فهذه الرواية ستكون رواية منفصلة كاملة بشخصياتها بسرديتها بنسيج الحبكة الموجودة فيها العبور على طائرة من ورق هي رواية الشخصيات المتأزمة رواية الشباب العربي الذي وجد نفسه عائدا من الحرب الروسية الأوكرانية من منتصف الطريق وربما من بعضهم عاد هؤلاء الطلبة الذين كانوا مبتعثين للدراسة في دولة أوكرانيا بعضهم مع حدوث الحرب الروسية الأوكرانية بعضهم اضطر للعودة ربما من بداية الطريق وبعضهم من منتصف الطريق وبعضهم يعني على مشارف التخرج وعن الحصول على الشهادات الآن يعني صراحة هذه الحديث عن الطلبة في هذه الرواية كان حديث عن حرب لكن عن حرب من نوع من نوع آخر هي حرب الذات وصراع النفس وصراع تحقيق الأهداف وصراع أين أنا وماذا أفعل وماذا سأفعل بعد أن وجد هؤلاء الشباب العرب أنفسهم عائدين من جامعاتهم بدون شهادات وفي منتصف الطريق وهذه أيضا صعوبات جديدة الشخصيات في هذه الروايات يعني هي شخصية هتاف طالبة الطب التي عادت تقريبا من منتصف الطريق شخصية إلياس أيضا هو طالب في الطب في أوكرانيا وعاد يعني هو على مشارف التخرج هناك شخصية جدلية في هذه الرواية وهي شخصية أمجاد التي إلى جانب أزمتها من عودتها من دراستها يعني بدون أن تحقق هدفها وغايتها بالحصول على شهادتها أيضا كانت هي شخصية متأزمة مع نفسها حيث سينكتشف أن هذه الشخصية تعاني من مسألة الهوية الجنسية المضطربة وهناك طبعا هناك شخصيات أخرى في هذه الرواية يعني تتعاضض مع بعضها البعض لتوصل لنا يعني مقولات الرواية هذه الرواية فيها جانب نفسي وفي الحقيقة هي كتبت بأسلوب الأصوات السرد المتعددة وهو ما يسمى الآن بالرواية البوليفونية هذه الأصوات المتعددة للساردين في هذه الرواية أتاحت لي تقمص كل شخصية على حده وربما كانت هذه أصعب شيء في كتابة هذه الرواية أن يكون الكاتب قادرا على الدخول إلى أعماق كل شخصية وسبر أغوارها واستخلاص معاناتها ثم الخروج من هذه الشخصية ودخول في شخصية أخرى ربما تكون سيماتها النفسية وصفاتها الاجتماعية تختلف عن الشخصية الأولى ربما هذه كانت من معضلات الكتابة لكن الكاتب في النهاية عليه أن يكون جريء وعليه أن يمتلك الأدوات تمكنه من مثل هذه المغامرات التي تقترب من شخصيات متأزلة مثل هذه الشخصيات العبور على طائرة من ورق حقيقة أنا أنظر إليها ككاتبة أنها رواية تريد أن تقول أشياء كثيرة ليست فقط رواية الطلاب الذين عادوا من أوكرانيا دون أن ينهو تعريمهم هناك هنا هي رواية تشضي الإنساني تشضي الأسري الأم التي تترك أبنائها وبحثا عن حياة جديدة العمّة التي تضحي بشبابها من أجل أن تربي أخيها الأب الذي ينذر نفسه لإسعاد عائلته الفتاة التي تجد نفسها تحت ضغط الأسرة والعائلة لدراسة تخصصها لا ترغب به وهو تخصص الطب وعندما نقول تخصص الطب هذه ربما معاناة كثير من الأسرة والعائلات الآلة التي يعاني منها كثير من الشباب في بداية حياتهم العلمية هذه معاناة أيضا طبعا هذه الأشياء كلها تضافرت مع بعضها البعض لتخرج لنا بسردية ونسيج حكائي أتمنى لجميع القراءة الذين سيقرؤون العبور على طائرة من ورق أن يحظوا بقراءة ممتعة لهذا النص الخط العربي فن جميل أبدع فيه بعض الخطاطين وقدموا لنا نماذج جميلة كانت له مساحة جميلة في حلقة هذا اليوم السلام عليكم أعزائي المشاهدين إكمالا لموضوعنا السابق وهو الخط الديواني كتبنا في المرة الماضية أحرف خط الديواني بشكل سريع واستعرضناها لكن أكيد معظمنا يعني يود أنه يشاهد عبارة أو سطر عن جماليات هذا الخط كيف نكتب عبارة أو حديث أو شيء يخطر في بالنا عبارة جميلة نسقطها في هذا الخط الجميل اللي هو الخط الديواني طبعا أنا جهزت ورقة الآن رح أكتب حديث نبوي شريف بلون آخر نستخدم لون آخر للتنويع يعني من أجل متعة المشاهدة رح نكتب حديث نبوي شريف يعني حديث هو أنا كتبته أكثر من مرة موجود عندي على مواقع التواصل اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقل لها حيث ما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن طبعا كتبه الخطاطنا المعروف اللي هو أستاذ هاشم البغدادي رحمه الله بوقت مسابق كتبه بأسلوب المدرسة البغدادية لكن أنا لرؤية أخرى يعني طبعا لا أتجاوز على كتاباته هو أستاذنا المعروف العظيم يعني فإن شاء الله أكتبها بطريقة تنال إعجابكم نبدأ هنا نكتب بخط أصغر خط أرفع يعني قلم أرفع أقصد اللي هو قال موسيقى اشتركوا في القناة زي ما منلاحظ أنه كل نهاية الأحرف تستلقي على السطر يعني ما في تحت إلا أحرف معينة موسيقى 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 طبعا خط الديواني كمان نعلم يعني أنه لا يشكل بس لكن توضع بعض التشكيلات مثل الشدة الشدة بالدرجة نكتب السطر الرئيسي موسيقى 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 تمحوها وخالق الناسا هذه جميل يعني يدعو للفضيلة وخالق الناسا وخالق الناسا هنا ممكن نضع شدة شدة إلى آخر هنا هنا زي ما لاحظنا أن الخط يستلقي جميعه على سطر جميع أحرفه وما عدا بعض الأحرف التاء مثلا الميم الجيم تنزل كلها تحت السطر أأمل أن أكون قد قدمت شيء جميل نال أعجابكم شكرا لمتابعتكم ونلقاكم إن شاء الله بفقرة مقبلة أهلا بكم وفي لقاء جديد من فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الكاتب الأردني زياد الشدفان فاسمح لي أن أرحب بضيفي أهلا وسلمك سالزياد أهلا بكم أهلا بكم حياك الله سالزياد تسلم حضرتك أصدرت عدة مؤلفات وكان آخر أصدار هو رحلتي إلى مصقط رأسي فلسطين يعني كان هذا الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية عبارة عن تسجيل صفحات رحلة يعني كأنك تحولت إلى رحالة وتوثق المحطات والمدن والطرق والمشاهد التي مرت بها المحطة الأولى في هذا الكتاب كانت بعنوان رحلة البداية يعني مرت بها على الحزن والقلق الذي ينتابك أنت وأي فلسطيني يحاول أن يدخل إلى وطنه مجبر ومرغم أن يأخذ موافقة أو يراجع سفارة الكيان الصهيوني في البلد الذي يقيم فيه يعني حتى تحصل على موافقة الدخول لوطنك يعني معروف أنهم محتلون والسيطرة الآن شبه مطلقة لهم قوة النار والحديد وهذا العالم المنافق هو الدولية التي تساند هذا العدوان بكل ظلم يعني هم لا يحتاجون إلى إثباس سيطرتهم فلماذا يفرضون على فلسطيني الذي يريد أن يذهب إلى وطنه أو يزور وطنه أن يمر على سفارة الكيان الصهيوني هل هو يعني إشهاعة ثقافة التطبيع؟ أولا أشكر أستاذ محمد صيف على استضافتي في هذا البرنامج في قناة الرافدين بلاد الرافدين التي نحب وأنا عاشق أيضا فشكرا لك على هذه الاستضافة وأشكرك أيضا على أنك وضعت يدك على جرح أدمى قلبي وهو أذهب إلى سفارة هذا الكيان نعم فمنذ خمسة وخمسون عاما بعد أن خرجت من بلدي على ظهر شاحنة إلى عمان ومنذ ذلك الوقت وأنا أتوق لزيارتي فلسطين التي عشت بها ستة عشر عاما ولكن ليس في بلدتي في الضفة الأخرى من فلسطين نعم منذ يعني بعد أن نزحتم من المدينة بعد أن نزحنا من بلدتنا عام 1948 بعد 1948 حيث لم أكن في ذلك الوقت موجودا في تلك البلدة ولكن احنا خرجنا منها إلى القرى المجاورة إلى أن لجأنا مرة أخرى إلى عمان ومنذ أن أصبح وجدت سفارة لدولة الكيان نعم الإسرائيلي في عمان منذ ما يزيد عن حوالي عشرون عاما نعم بدأ هناك تفكير في زيارة الوطن زيارة الأرض نعم زيارة الروح وكلما فكرت بهذا استدمت بجبل كبير أمامي ما هو؟ هو أن أذهب إلى سفارة هذه الكيان أصطف ذليلا طالبا زيارة بلدي أعود خائبا بأفكاري لم أذهب بأفكاري وألمي الذي لم أستطع أن أتجاوز هذا الألم وقررت أن لا أذهب إلى سفارة هذا الكيان وأدعوت الله أن يكتب لي زيارة فلسطين والأقصى وبلدي والخليل هي بلدي الأخرى دون أن تمر على سفارة الكيان الصحيحة دون أن أمر على السفارة هل هذه الحالة ممكنة يعني؟ وأخذت معي سنوات نعم إلى أن في عام تقريبا ألفين وجدت إعلانات بأن هناك ما يسمى بزيارة الأقارب وأنا لدي أقارب هناك نعم تقدمت إلى ذلك المكتب وأخذنا عامين ولم نحصل على موافقة جاء عام ألفين واثنين وعشرين ووجدت منشورا آخر بأن هناك إمكانية تواصلت معهم أكدوا لي أنه من الممكن مكتب سياحي مكتب سياحي نعم من الممكن أن نصدر لك تأشيرة جماعية نعم لمجموعة جروب ولا تزيد عن حمولة حافلة أربين راكب أربين شخص مشروطة بأن تذهب مع الحافلة وتعود مع الحافلة ولكن هناك لك الخيار أن تذهب أينما تشاء يعني الدخول مع الشاحنة مع الحافلة مع الحافلة نعم والعودة هناك تتحرك والعودة بالباص بالباص لأن يعني فقط الدخول والعودة في الباص يجب أن تكون بالباص وذلك لأن تأشيرة الدخول هي عبارة عن قائمة في ورقة نعم فيها أسماء هؤلاء الأشخاص وكنا تقريبا 26 شخص نعم دخلنا ضمن قائمة واحدة ولم يتم ختم جوازات سفرنا وأنا كان عندي قرار مبدئي أن لا أختم جواز سفري بختم الاحتلال نعم ولا هذا الكيان ولم يختم أصدروا لنا على تمت الموافقة من وزارة الداخلية الإسرائيلية وتم الترتيب مع مكتب في عمان إذن المكتب هو الذي راجع راجع حسب ما أشار المكتب بأن هذه التأشيرة ترسل إلى وزارة الداخلية في تل أبيب وهم يقومون بالموافقة بعد دراسة وتأخذ تقريبا شهرين حسب ما أشاروا بأنه أخذنا الموافقة من وزارة الداخلية وعلى المجموعة للمكتب باسم المكتب نعم وبالحافلة انطلقنا فعلا إلى أن وصلنا لحلت نعم لفلسطين يعني من المحطات التي مرت بها وسجلت شواهد وملاحظات يعني تناولت مدينة طول كرم ضمن هذه الصفحات لرحلتك وهذه المدينة تمثل أحد أركان المثلث طول كرم نابلس جنين وسمي في فترة فترات مثلث الرعب لماذا أطلق على هذه المدن المتجاورة الثلاث نعم طول كرم ونابلس وجنين مثلث الرعب نعم لقد قمت بزيارة إلى هذا المكان نعم أثناء زيارتي إلى منطقة شمال فلسطين مررت من طول كرم جنين لنابلس هذه المنطقة هي كما أشرت هو مثلث بالإضافة إلى هذه المدن فله اتصال مباشر مع الحدود أراضي المحتلة عام 1948 نعم فهو أيضا يضم جنين طول كرم نابلس ملاسق لأراضي 48 وفي بعض المناطق هناك أراضي مشترك أراضي بعض الناس جزء منها نعم بقي في أراضي المحتلة وجزء بقي في أراضي الضفة الغربية نعم وهو حقيقة الناس هناك كلنا نسمع قبل هذه الحرب البشعة في غزة نعم وقبل هذا العدوان الذي دمر كل شيء والذي هدفه هو هو إخراج الناس من أرضهم نعم هذا الهدف الأساس كانت جنين هي أرض البطولة نعم على مدار سنوات مخيم جنين شبه أسبوعي عمليات ضد إسرائيل من هذا المكان فهذا المثلث هو مثلث الرعب لأنه رعب لإسرائيل هو كان يشكل رعبا أنا توقفت مع هذا الوصف وهذه التسمية لأنها عادتني إلى مرحلة المقاومة العراقية في بداية الاحتلال الأمريكي بعد عام 2003 المدن الثلاث الأنبار تكريت والموصل ثلاث مدن متجاورة وكانت فيها المقاومة شديدة تجاه الاحتلال الأمريكي والتحالف الدولي الدولي المجرم فسميت هذه المدن أو هذه المدن المتجاورة سميت مثلث الموت لذلك أنا خذتني هذا التسمية وهذا العنوان إلى صفحات المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي فسميت هذه المدن الثلاثة المتجاورة الرماديا والأنبار وتكريت صلاح الدين والموصل نينوى بمثلث الموت إذن هذه التسمية جاءت من هنا سجلت أيضا مشاهد كثيرة منها طريق وادي النار أو ما يسمى وادي ستنة مريم يعني ما أصول هذه التسمية هذا الطريق هو طريق بديل نعم نعم ولكن بعد أن أخذت إسرائيل جزء من القدس في 48 وأخذت الجزء الباقي عام 1967 نعم مهدوا هذا الطريق لليهود ولمن يحملون تصاريح مرور من هذا المكان وأصبح بين البلدات والقرى الفلسطينية طريق بديل ضيق متعرج لأنه يمر من جبال شاهقة وديان سحيقة يمر هذا الطريق من مدينة بيت لحم من خلال قرية العبادية تنزل نزولا شديدا وهو فعلا هو طريق الموت هذا لأنه طريق مرعب ضيق يعني منحدر قوي شريان منحدر قوي وسعود قوي بين جنوب فلسطين وشمال فلسطين هذا الشريان كل العاملين الفلسطينيين اللي بدهم يتوجهوا إلى منطقة الوسط في رامالله في ضواحي القدس يجب أن يمروا بهذا الطريق يجب أن يمروا بهذا الشريان إذا أغلقت إسرائيل انفصلت الضفة الأربية ولا مرور من غير هذا الطريق فهو فعلا طريق مرعب جميل إذا أخذته من بعد وشاهدته شاهدت الصور ترى أنه طريق متعرج كأنه منطقة سياحية ما أنه في فلسطين سياحة وهذا هو طريق وادي النار طيب لماذا سمي وادي النار؟ ماذا سمي وادي ستنة مريم؟ هو سمي يعني هو بمر يعني هو طريق لبيت لحم بالأصل نعم وربما يكون هذا التسمي يعني صارت هناك أما وادي النار فهو هذا الطريق دائما ممكن يصير كان فيه يعني المقصود بستنة مريم مقصود مريم العذراء؟ أعتقد هيك أنا يعني أرى أنه هيك لأنه هو يعني يمر من بيت لحم إلى وكما تعلم بيت لحم مدينة سيدنا المسيح عليه السلام بعض الصور يعني لفت انتباهي أنك تظهر فيها وهي تحوي على آثار لبيوت قديمة وبئر مهملة وكتب تحت إحداها بئر كدنة بديا يعني ماذا تخبئ هذه الصور من تاريخ؟ هذه البناء القديم بيوت مهدمة البئر المهملة وكما قلت كتب تحت هذه هذه بئر كدنة ما هي كدنة؟ نعم كدنة هي بلدتي الأصلية بلدة أبائي وأجدادي نعم كدنة هي الأشق والحب والدي وجدي وأجدادي ولدوا وبعضهم دفن في كدنة كانت قرية كدنة؟ كانت قرية نعم كدنة بلدي تقع في الخط الواقع ما بين مدينة الخليل نعم ويافة في المنتصف تقريبا تبعد عن الخليل مدينة الخليل 26 كم نعم بالاتجاه الشمال الغربي وهي منطقة تقع على هضبة قبل سفوح جبال الخليل فهي بس مرتفعة عن سطح البحر لأنها قريبة من سطح البحر الأبيض المتوسط 400 متر أو أقل قليلا الارتفاع عن سطح البحر أرتفاع عن سطح البحر كم تبعد عن البحر؟ تقريبا 25 كم نعم اللي هي مسافة يافة أيضا اللي هي تقريبا إذن هي تقع بين يافة وبين الخليل لكن في الأساس من تابع الخليل أم من يافة؟ هي تابع إداريا إلى الخليل ومحافظة الخليل وهي من قرى محافظة الخليل كدنة سقطت عام 1948 وكانت تقريبا من آخر القرى التي احتلتها إسرائيل في ذلك الوقت نعم وحقيقة أن في اليوم الثاني نعم في اليوم الثاني كانت زيارتي الأولى إلى كدنة ولقد عانيت للوصول إليها لأن كدنة يجب أن تدخل فيها بسيارة تحمل لوحة إسرائيلية نعم وليست لوحة Steps Dynamic باللون الالوحة الإسرائيلية مختلفة عن لوحة الضفة الغربية في الشيء والأرقام فلون الوحة الإسرائيلية الأصفر واللوحة في الضفة الغربية في منها جزء أخضر يجب أن تذهب هذه اللوحة تؤهلك للحركة في كافة فلسطين المحتلة والضفة الغربية أما لوحة الضفة الغربية لا يسمح لها في المدن التي هي مدن الضفة الغربية أما ما يسمى الآن إسرائيل يجب أن تدخل في سيارة لوحة إسرائيلية صفراء. نعم. وفعلا ذهبنا وتدخل من خلال معابر معذرة سنكمن بعد الفاصل معذرة معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم في لقاء جديد من فضاعات ضيفي لهذه الحلقة الكاتب الأردني زياد الشذفان فاسمعه لي مرحبا بضيفي. أهلا وسلم بك مرة أخرى أستاذ زياد. أهلا بكم نتحدث عن قرية كدنة التي هي أرض الأجداد والآباء ونزحت منها بعد نكبة الثمانية وأربعين وحضرتك تحدثت قلت أنه دخلناها بسيارة لوحتها صفراء. صفراء. يجب أن تكون لأن هذه لوحة السيارات الإسرائيلية والكيان الصهيوني ممكن تتجول فيها في هذا المناطق التي هي سميت فيما بعد دولة إسرائيل. بدي أن تحدثنا عن هذه القرية. نعم. كيف رأيتها يعني بعد هذه السنين طويلة من الفراح؟. ذهبت إلى القرية من خلال أقرب معبر على مكان وجودي في الخليل. نعم. وكان معبر يسمى ترقوميا وهو يبعد سبع كيلومتر عن مكان إقامتي كانت في المكان اللي بقيم فيه. ولكن لسوء الحظ لم يسمح لنا بالعبور من هذا المعبر. رغم أنه إحنا معنا بطاقة هم أصدرون يا ها تصريع عليه صورة وعليه كل ولم يسمح لنا. عدنا وذهبنا إلى بيت لحم وهناك معبر آخر قريب من بيت لحم اسمه حسين. بيت لحم كم تبعد عن كدنا؟. بيت لحم تبعد عن كدنا ما بعرف خط أفقي يعني لو جينا بخط أفقي تقريبا. كثيرا. يعني تبعد بحدود 25 كيلومتر ولكن من أجل الوصول إلى بيت لحم عليك العودة إلى أطراف الخليل نعم. وتمر من بعض القرى إلى أن تصل إلى بيت لحم وهذه مسافتها تقريبا 30 كيلو. عليك أن تقطع كل هذا الطريق حتى تعود إلى كدنا. إلى بيت لحم فدخلنا من ذلك المعبر وكان علينا مسافة أطول من أجل الوصول إلى كدنا. نعم. فعلا عبرنا من هذا المعبر حسين وعندما عبرنا أنا لم ألي يعني لا أعرف هذه المنطقة ولم أنا تولت بعد ثلاث سنوات من خروجنا من قريتنا. يعني أهلك عندما نزعه من هذه القرية أنت لم تكن مولودا. نعم. فدخلنا إلى من خلال هذا المعبر مررنا بقرى أعرفها بس بكلها بالجغرافية أو بالخرائط مرر من قرية زكريا ومن قرية عجور. نعم. إلا أن وصلنا إلى كدنا. لم أستطع تحديد هوية قريتنا. نعم. هي من القرى المهدمة مكان البيوت عبارة عن كون من الحجارة. وربما شفت بالصور حجارة هنا وهنا. أنا لاحظت نعم. يعني بقايا جدران مهدمة. بقايا جدران مهدمة. نعم. ولم يبقى تقريبا بشكله القديم إلا بئر القرية اللي هو عبارة عن بئر كانت تجمع به المياه مياه الشتاء جمع. نعم. استخدموها أهلنا أهل القرية استخدمونا هذا البئر للشرب وري الأغنام. نعم. يستخدم في الصيف؟ يستخدم في الصيف. نعم. وكان يكفي البلدة. فعلا ذهبت في المرة زيارة الأولى إلى قريتي ومشيت في أراضيها وسهولها ولكن لا معالم لهذه القرية. حتى معالم بدايتها من وين ونهيتها من وين. ولشدة شوقي انتابني نوع من الإحساس شديد الحزن شديد البؤس شديد أنا يعني أبكي مش عارف إشي فلم أستطع تحديد هذه الهوية إلى أن بعد ثلاث أيام عدت مرة أخرى بنفس السيارة وطلبت أن أذهب لوحدي مع من سيسوق به لأنني أريد أن أتحرك براحتي لوحدي. فلما ذهبت المرة الثانية شاهدت السهول وربما أنا دونتها في كتابي أن السهول قريتنا والقرى المجاورة منها عجور وهي سهول ممتدة. وعندما شاهدتها أيقنت لما قرأت بالتاريخ عن معركة أجنادين أينما وقعت بقيادة البطل صلاح الدين أيقنت أن معركة أجنادين وقعت في السهول الواقعة بين قرية كودنا وذكرين وعجور وهي سهول كبيرة وممتدة. وربما أنه على جزء من أراضي قريتنا وقعت هذه المعركة التي جاءت. طيب كيف تأكدت أن هذه الآثار هي لقريتكم؟ أنت لم تنت فيها وعند تعيش فيها. فيه في الموسوعة الفلسطينية مكتوب أنه في الأراضي الممتدة من قرية عجور. نعم. فأنا ذهبت لتأكد من الأراضي المشتركة بين قريتنا وقريتنا. يعني كانت لديك خارطة تمشي عليها؟ خارطة يعني خرائط المنشورة. نعم نعم. خرائط المنشورة لأنه لا يوجد خرائط. تقول أن معالم القرية منتهية رائحة. رائحة. ما في معالم. ما في معالم. وهذا أنا توقع من عندي أنها يعني أنه المعركة وقعت في هذه الأرض. نعم. بس مش مذكور البلدان اللي وقعت فيها. نعم. فهذه وقعت في سهول قريتنا وقرية عجور وقرية ذكرين. معركة أجنادين. صلاح الدين لما نأجى جاب معه جند. ترى كثير من الجند بقوا في مدينة الخليل. وما زالت أربعين عائلة في مدينة الخليل من أصول كردية. ما زالوا حتى الآن بأشكالهم ووجوههم. يعني أغلب الأيوبين اللي هم في الشام الآن. نعم. سواء كان في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا. هم من هذا الأصل. نعم. يعودوا إلى صلحة دي الأيوب. نعم. جميلة. طيب هذا الكون الحجر الذي يمثل بقايا بيت. هل يعرف لمن هذا البيت؟ هو اللي كانوا أكبر مني. نعم. حددوا برسم يدوي. نعم. رتبناه على الكمبيوتر بأنه هنا هذا الموقع بيت فلان وهذا بيت فلان وهذا بيت فلان. نعم. ونشرت صورته. كل البيوت في القرية كانت مبنية من حجر؟ كلها من حجر وطين. نعم. الحجر وطين. وكانت يعني بيوت بسيطة واللي عنده بيت يعني كبير ويسمع اللي يعني بيكون مرتفع هذا. طيب لماذا لم يبني بها الكيان الصهيوني مستوطنات هذه القرى لحد الآن؟ ربما تذكر أنه في بعض القرى. نعم. فيه كان في حديث في 1947 أنه هذا الشريط اللي بضم أشرين قرية هذا ممكن إسرائيل تتخلى عنه من أجل يعني ما بدهاش هي. باعتبار خارج حدود ما يسمى إسرائيل. ما يسمى إسرائيل. بس العرب ما وفقوا على الهدن بذلك الوقت. نعم. وما رجعت القرى وبقيت. ففي هذه المناطق. نعم. ما عملوا فيها أي شيء باستثناء بعض الأراضي في بعض القرى. زي زكريا عملوا فيها مستعمرة. هي قرية زكريا قرية مجاورنا. عملوا فيها مستعمرة إسرائيلية ويعيش فيها بعض السكان. أما قريتنا مثلا لأن أراضيها خصبة عملوا فيها مزرعة أبقار ويزرعون جزء من الأراضي برسيم وطعام الأبقار وفيها فقط مزرعة أبقار لا يوجد غيرها على أراضي القرية. هذه المزرعة للدولة الحكومة الإسرائيلية. نعم. للحكومة الكيام. نعم. مع الأسف. دخلت هذه المزرعة وشفتها. أهل حدثوك عن هذه البئر التي رأيتها؟ نعم. هذا البئر يعني بئر روماني قديم. نعم. عميق واسع. يعني ليس من بناء أهل القرية بالأصل؟ لا. القرية يعني هذا قديم قديم. نعم. لأنه في القرية بناء قديم ومن ضمنها هذا البئر اللي حوافهم بيني لغاية الآن. نعم. جيد. ولكن الآن فارغ. أيضا مررت أنت بيافة. قلت أنه قرية كدنا هي تقع في الوسط بين يافة والخليل. ومرت بيافة. ويافة طبعا يعني يقال كانت العاصمة الثقافية لفلسطين قبل النكمة. قبل عام 48. كيف اكتسبت هذه المدينة هذه الصفة؟ نعم. يافة تبعد عن قريتنا ما يقارب 25 كيلو متر. نعم. فلما خرجت من القرية تقريبا بعد الظهر. نعم. توجهت مباشرة إلى مدينة يافة. نعم. وجدت أنه من أجل الوصول إلى يافة. هي يافة. هي أصبحت مدينة. نعم. ضمن مدينة تل أبيب. وهي بلدية تل أبيب. نعم. نعم. فبتمر من تل أبيب وصولا إلى يافة. فانطلقت إلى يافة. أنا إلى شاطئ يافة. نعم. يافة مدينة عريقة. تتمتع بصفة مدنية عالية. نعم. وسكانها من ما يسموهم الأهالي المدن الحقيقية. المتحضرين. المتحضرين. نعم. ويافة أيضا مدينة ساحلية. وكما تعلم أن المدن الساحلية لها أهميةها الكبرى. طبعا وجمها عكة. حيفة وعكة. كلها هذه المدن الثلاثة الساحلية. والمينة في عكة يعني. معروفة. فأهل مدينة يافة من المتحضرين في ذلك الوقت. يعني أول مطبعة صارت في مدينة يافة. مطبعة في مطبعة. إذن مطبعة. طالبا هناك مطبعة. إذن هناك كتب. هناك صحف. هناك كتب. هناك مجلات. وبدأ النشر من هناك. نعم. فهي مدينة ثقافية. إذن هذا السبب أنه اكتسبت هذا التسمية. وربما يكون هذا التسمية. جميل. كتاب آخر من إصداراتك. تحت عنوان إدارة العقل وقيادة الذات. في مقدمة هذا الكتاب تقول. حياتنا من صنع أفكارنا. ونحن من نصنعها بحلوها ومرها. فلنصنعها. هكذا هي دعوة. سويا بمحبة وصدق وعقلانية وتخطيط. فكيف تكون حياتنا من صنع أفكارنا؟ نعم. حياتنا من صنعنا. لأنها هي من صنع أفكارنا. من صنع عقلنا. نعم. كل جسمنا البشر هذا. نعم. عضاء الداخلية مسيرة. نعم. وليست مخيرة. فأنا لا أختار المرض لقلبي أو لكبدي. نعم. ولكنني أختاره لعقلي ما أريد. عقلي في داخل هذا الجسد. نعم. هو من يصنع ذاتي. نعم. ومن يغذي العقل هو الإنسان نفسه. نعم. فإما أن تقود عقلك كما تريد أو يقودك الآخرين وتذهب إلى أينما يشاء وكيفما. هناك أحداث تفرض على الإنسان خارج إرادته. نعم. فكيف ممكن أن نصنع من هذه الأحداث إذا كانت أحداث مؤسفة أو محزنة أن نحولها إلى فرح. أو نتجنب التفاعل معها وهي جزء من حياتنا. نعم. نعم هذا أمر شاء ودائما موجود. ولكنني أرى أنا أن كون الإنسان هو الذي يصنع ذاته. نعم. والذات كما تعلم هي عبارة عن مجموعة من الأحاسيس والمشاعر والموجودة داخل النفس. نعم. النفس هي الجسم. والذات هي شيء مش موجود بشكل عضوي. نعم. ولكن هي خبراتنا في ذاتنا. هويتنا ذاتنا. إنعكاس شخصيتنا على الآخرين هي ذاتنا. كل هذا نحن نصنعه. مدام نستطيع أن نصنع ذلك فهنا لك إجماع كبير من علامة كثيرين كتبوا عن إدارة الذات بأن الإنسان يستطيع أن يجذب ما يريد أن يجذب لنفسه ما يريد إذا كان مقتنعا قناعة مطلقة يقينية. يقينا مقتنع بهذا الأمر يضعه في دماغه يكرر 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 إلى أن يتحقق ذلك الأمر. ولا يوجد شيء يخرجنا من آلامنا إلا تصميمنا على الخروج منها. جميل. جميل. في الحديث عن الذات والنفس حضرتك طرحت تساؤلا في هذا الكتاب. تقول ما الفرق بين الذات والنفس والروح وكثير من الناس حقيقة لا يميز بين النفس والروح. هناك من يعني يعتقد الروحي النفس والنفسي الروح. فيعني هنا أسألك ما الفرق بين هذه المسميات. نعم هذا قضية إشكالية ولكن أنا خرجت بما يلي. نعم. الذات أمرها شأنها من أمر ربي. فلنتركها جانبا. الروح ترسل. عفوا الروح. عفوا الروح. عفوا الروح. فلنتركها جانبا. نعم. يبقى عندنا الذات والنفس. فالناس فهي شيء واحد. الذات والنفس شيء واحد. ولكن النفس هي الجسد هي الجسد نعم اللي ربنا خلقه وربنا بسيره كما يشاء. نعم. أما الذات فهي مجموعة من القيم والمشاعر والأخلاق والنظم والخبرات اللي في مجملها يكونها الإنسان. موجودة في نفس الإنسان. هي موجودة في نفسه. نعم. ولكن في أشياء محسوسة غير محسوسة ولكن ليس لها وجود مادي. نعم. فهذه الذات هي هوية الإنسان وكما كيف يراه الآخرين وكيف هو يريد أن تكون ذاته. نعم. هناك تساؤل آخر أيضا. من رحم هذا التساؤل طرحته تقول هناك نوعان من العقول. العقل الظاهر الواعي والعقل الباطن اللاواعي. يعني كيف نميز بين العقل الظاهر الواعي وبين العقل الباطن اللاواعي. العقلان صحيح. العقل الواعي هو الدماغ الموجود في مقدمة الرأس. نعم. هذا عقل الواعي محسوس ملموس معروف وين هو معروف كل شيء عنه. نعم. فهو العقل الذي يفكر وهو العقل الذي يرسل رسائله إلى العقل الباطن اللاواعي. العقل اللاواعي لا وجوده محسوس له. نعم. هو عبارة عن شيء موجود. نعم. يعتقد الكثير من الناس وحتى بعض علماء والأطباء التشريح وجدوا أن العقل الباطن هو جزء في القلب. نعم. وهو مختلف تماما عن العقل الواعي لأن هذا هو عبارة عن مركز الذاكرة. وهو الذي يحلل ويفسر ويخزن ويوجه. يعني أفهم من كلامك أن العقل الواعي هو في مقدمة الرأس والدماغ. نعم. والعقل اللاواعي هو هذا الجزء الذي في القلب. ربما غالبا ما يكون هو في القلب. ولأن حتى في القرآن وفي يعني فيه آيات بتبين أنه العقل موجود في القلب تقريبا. ويسمى مرات بالفؤاد. نعم. شكرا لك الكاتب الأردني زياد الشدفان على هذا الحوار الممتع والمفيد. شكرا لك. أشكرك وأشكر حضرتك والمحطة الرافدين والإخوان اللي تعبوا معنا بهذا اللقاء والمصورين. وشكرا لكم. شكرا لك. 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 عزيزي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة. حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله. والسلام عليكم. شكرا لكم. شكرا لكم.